تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أبعاد هذا البرنامج الذي يشرف بأعينكم يتهدى إلى أنفسكم دائما عبر قنوات التلفزيون الجزائري مرحب بكم في هذه المساحة الفكرية التي من خلالها واليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق باللغة العربية ونحاول أن نسأل عن هذه التحديات التي تواجه اللغة العربية هل هي تحديات موضوعية ترجع إلى واقع الأمة المتحدثة بهذه اللغة وهذا التراجع الكبير على مستوى الأمة جاء كان عكاس أيضا لغة العربية لها أيضا ربما هذا التراجع أم هي أسباب موضوعية أو أسباب أقول ذاتية تتعلق باللغة في حد ذاتها في قضية المواكبة في قضية التطور في قضية التكيف مع ما آلت إليه المجتمعات وما يسمى بالحضارة نسأل حول هذا الموضوع ونطرح هذه الإشكاليات في هذه الإشكالية بقلم أبعاد الأستاذ العربي قجل ما تزال اللغة تشكل إحدى أهم ساحات التجاذبات الفكرية بوصفها الوعاء الحضاري الذي يتم به اختراق الثقافات المقابلة وفكرها وعلومها وقبل ذلك هي أحد مقومات الهوية وضرورة اجتماعية أدناها البعد التواصلي وأقصاها تصديرها أداة فاعلة في الإنجاز الحضاري وكل وهن يصيبها سينعاكس بالضرورة على هذه الأبعاد جميعها تقف العربية اليوم بذخيرتها المدججة ومعجمها الضخم الذي يربو عن 12 مليون مفردة وبعلومها المتشاعبة تقف تحت وطأة تحديات غير مسبقة يتقدمها مشكل المواكبة والاستعمال ومشكل الرصيد الوظيفي وثنائية العامية والفصحة ومشكل النحو وتشعباته جهود كثيرة بذلت وما تزال على مستوى المجامع اللغوية العربية والمعاهد والجامعات والمخابر لكنها على أهميتها لا تصب في مجرى واحد يؤسس لمشروع لغوي عربي متكامل وهو ما يفسر بعض الارتباك لدى المتعاملين بها ليس على مستوى التنظير بل على مستوى التوظيف والاستعمال فما هو الواقع الحقيقي لاستعمال اللغة العربية اليوم وما هي أبرز تحدياتها وهل تحتاج اللغة منها إلى مراجعة وإعادة نظر وهل يكون ذلك على مستوى مدونتها أم على مستوى مناهج التعليم وطرائق التدريس إذن مشاهدي الأكارم كانت هذه جملة من الأسئلة التي سنطرحها في عدد اليوم وأيضا في عدد آخر ونحاول أن نجيب عنها وبالتالي نجيب عن هذه اللغة التي نستعملها في حياتنا اليومية وعن الحديات التي تواجهها تحت عنوان كبير هكذا سميناه دوائر الاهتمام في قضايا اللغة والأكيد أن نتحدث عن اللغة العربية نحاول أن نفكك هذا الموضوع وأن نسأل وأن نبحث في هذه الأسئلة المحتالية وأن نفكك الموضوع بين يدي أستاذنا الكريم الذي يحلو علينا ضيفا البروفيسور عبد المجيد السالمي أستاذ متخصص في العلوم اللسانية مرحبا بك أستاذ مرحبا بكم وبالمشاهدي شكرا لك على قول دعوت البرنامج أستاذنا أستاذ عندما نتحدث عن اللغة ونحن نتحدث اللغة العربية تحضر العاطفة ويحضر ذلك الحماس ويحضر ذلك ربما العلاقة الوجدانية بينه وبين لغتنا أستاذ هل نتحدث عن اللغة العربية على أنها لغة عالية على أنها هي الأفضل هي الباقية والمتدة في التاريخ عاطفيا وهكذا يعني نتبنى لغتنا وندافع عنها أم أنه فيه واقع مفروض على أن اللغة العربية هي لغة عالية اللغة العربية مثلها مثل جميع اللغات هي لغة شعوب مختلفة الآن وكان العرب شعب واحد وحملها الإسلام ونشرها في مئة ربوع العالم في ذلك الوقت في بلغت أقاسي أوروبا والأندلس ومن خلالها طلع العالم بأسره في ذلك الوقت شرقا وغربا على خزائن هذه اللغة وهذه الحضارة ونقلت المعارف ونشرت العلوم ولا زالت إلى اليوم ذخائر هذه العلوم موجودة تحت تصرفنا نستطيع أن ننهل منها في أي وقت شئنا وأصدقك القول أن الكثير من هذه الخزائن لا نعرفها إلى اليوم لازالت في طي المخطوطات والقليل منها في الكتب المحققة فإذن اللغة العربية لها نظام مثل أي نظام في لغة أخرى هذا النظام يعتمد على التواصل ووظيفة اللغة الأولى هي الإخبار في جميع اللغات وظيفتها الأولى هي الإخبار وأي وسيلة من وسائل التبليغ اللغوي أي لغة تؤدي هذه الوظيفة بسهولة حسب ما تعارف عليه أهل هذه اللغة والعربية لها نظامها يتميز عن نظم اللغات الأخرى وله خصائص هذه الخصائص تختلف عن خصائص اللغات الأخرى سواء في جميع مستوياتها المستوى الصوتي والمستوى الكلمي والمستوى التركيبي والمستوى النصوص وإلى آخرين أستاذنا الكريم قبل أن أتينا نتحدث عن هذه النظام وعن ربما التحديات للتوجه اللغة العربية ومواكبتها للعصر وما يطرح حول القضايا المعاصرة للغة أستاذنا هل اللغة عندكم أنتم كأهل اختصاص هي مجرد أداة للتواصل فقط أم أنها وعاء ثقافي حضاري لهوياتي بمعنى الاهتمام باللغة ليس من أجل أن أوصل معلومة فقط ولكن من أجل بناء شخصية من أجل هوية تحمل تراثنا هذا التراث الكبير الذي تحدثت عنه تحمله اللغة واهتمامنا باللغة هو حمايتنا لهذا التراث أم أنه في النهاية هي مجرد لغة للتواصل فقط يجمع المتخصصون في مجال العلوم اللغوية بأن اللغة ليست مجرد عن المحتوى الثقافي والحضاري الذي تحمله فلا يمكن أن تنقل معرفة من لغة ما دون أن تنقل معها شحنات من الثقافة ومن الحضارة التي حملتها هذه اللغة عبر العصور وعبر التاريخ ولذلك العربية مشحونة بهذا الزاد العلمي والذاتي الخاص بما حملته هذه اللغة عبر مسارها التاريخي وليس مسار اللغة العربية بقليل فهي من اللغات العالمية الشهيرة سادت في مدة طويلة من شرق العالم إلى غربه ولا زالت إلى اليوم تحمل هذا التراث ولذلك هذا الكلام الذي يقول بأن اللغة هي مجرد وسيلة هو كلام مردود على صاحبه إما لأنه يحاول أن يتحرب من الحقيقة أو أنه يجهل وهذا أمر أيضا مردود عليه لأنه يطلب من أن يتعلم ضرورة أن يدرك هذه الأبعاد باللغة العربية ولولا ذلك لكانت الترجمة سهلة بالضبط السهل لولا أن هذه اللغات تختلف عن بعضها البعض وتحمل شحنات ثقافية وحضرية لكانت ترجمة أسهل ما يكون ولكن اليوم من أعقد المسائل هي الترجمة وأحيانا قد تجد ما لا يمكن الترجمته إلى لغة أخرى لماذا؟ لأن هذا المفهوم أو هذه الفكرة خاصة بأهلها وتلك الفكرة وذلك المفهوم خاص بأهل آخرين يتحدثون بلغة أخرى فاللغة أصلا حسب الفلاسفة القدامى على عكس فلاطون وغيرهم الفلاسفة اليونانيين ومن تبعهم الفلاسفة المسلمين في بداية العصور ترجمة فإن اللغة لا يمكن أن تطابق الفكر وإنما اللغة هي التي تقوم بتقطيع الكون إلى وحدات معينة ولذلك إطلاق التسميات هو من خلال تقسيم الوحدات اللغوية جميل هذا التفصيل سيبرز معنا في محور محاول مناقشة هذا الموضوع أستاذ نجعل هكذا أيضا مدخل عام لهذه الحلقة هل اللغة العربية حقيقة تعيش مأزق أم أن المأزق يعيشه المتحدث بها وليس اللغة في حد ذاتها لأنه الآن عديد من الأطروحات تطرحوا كذلك اللغة في مأزق في مأزق ربما هي في أريحية ولكن المتحدث بها هو الذي يعيش ذلك القلق أستاذنا نحن المتكلمين باللغة العربية الذين نعيش هذه الأزمة والعالم العربي بأسره يعيش هذه الأزمة لتباعد التقدم الحضاري والتكنولوجي بين بيئتنا والبيئة الغربية التي هي اليوم في تقدم متسارع والعربية في أصل تكوينها هي كما قلت في البداية هي مثل اللغة الأخرى يمكنها أن تؤدي الوظيفة التي يؤديها متكلمها عندما يكون متكلم قادرا على أن ينتج معرفة وعلما يمكنه أن يؤدي هذا العلم وهذه المعرفة بلغته صح ومن الكلام الذهبي الذي يقوله أصحاب النظريات في علوم اللغة أن المبدع والمخترع لا يمكنه أصلا أن يبدع وأن يخترع بغير لغته صح لذلك فإن الإبداع لأن المبدع منطلق من الذات واللغة لصيقة بالذات معنى الإقتران يعني اللزمية الإقتران ما بين الإبداع واللغة ويحثون العلماء الذين يلقون تجاربهم واختراعاتهم أن يلقوها بلغاتهم الأصلية وأن يقوم غيرهم بترجمتها أما أن يلقي المخترع اختراعا وهو أصلا متحدث باللغة العربية ويلقي اختراعه أو يخبر باختراعه بلغة أخرى فهذا غير مقبول عند هؤلاء المتخصصين من العلماء اللغويين نعم أستاذنا الكريم أستاذنا تحدي اللغة الآن تحدي اللغة الآن في أي مستوى يبرز أكثر بمعنى هل في مستوى التعليمي هل في مستوى التواصلي هل في مستوى ربما الأكاديمي بمعنى قبل أن نأتي ربما إلى المسائل المتعلقة بربما مشكلة المواكبة ومشكلة الله سيد الوظيفة بمعنى اللغة الآن أين تتأزم أكثر التحديات اللغة العربية حاليا متعدد الأطراف التحدي الأول وهذا دائما أقوله وأعيده وهو تحدي في التعليم التحدي الأول اللغة العربية يتحداها التعليم اليوم فأول ما يمكن أن نهتم به أو ما هو من الواجب على الدول العربية أن تتم به هو مستوى التعليم أن يعاد النظر في البرامج وأن تجعل هذه البرامج متطابقة مع متطلبات أطفالنا وبيئتنا ومجتمعنا والتحدي الثاني هو تحدي الترجمة لأن المواكبة المواكبة الأولى في جميع المجالات المعرفية هي أن نعرف أن نتطلع على ما يحدث كل يوم المخترعات الجديدة تكنولوجيات الحديثة يجب أن نعرفها في وقتها لا نعرفها بعد مئة سنة أو بعد خمسين في تسارع في التطور ولذلك يجب أن نعرف وهذا لا يتاح إلى الشعوب العربية إلا بالترجمة كما فعل أجدادنا عندما واجهوا الحضارات الأخرى نقلوا معارف هذه الحضارات إلى لغتهم وعن طريق الترجمة ومعروف دار الحكمة العباسي كيف كان دورها في نقل هذه المعارف بحسب التدرج لم يترجموا المصطلحات في حينها بل تركوها كما هي باعتبارها مصطلحات دخيلة ثم بالتدريج وجدوا لها مقابلات في العربية وصارت أو كيفت وجعلت من أو استوطنت الثقافة العربية والحضارة العربية وصارت جزءا منها صحيح أستاذ سنأتي إلى مسألة التعليم لأنها مفصلية في قضية اللغة وهي الإشكالية على المتعلم أو عن المعلم أو عن الأسرة والمجتمع وهذا الصدام الذي يحدث للمتعلم عند كل مرحلة من المراحل أستاذ لنت إلى مشكل المواكبة وقضية العلوم التي أصبحت تطرحه الآن والتخصص والعلوم الدقيقة جدا وكما قلت بين فينة وأخرى إلا ويبرز علم جديد بمصطلحاته وبقاموسه الخاص وقضية أيضا المصطلحات الحضارية هل العربية إلى غاية الآن هي متواجدة يعني خادمة لهذا التطور في البعد الحضاري والعلمي اللغة العربية في ذاتها بالنظر إلى قوانينها ونظمها وصوت أصواتها وصرفها ونحوها ومقاييسها هي مثل جميع اللغات يمكنها أن تؤدي أي وظيفة يريد المتكلم بها أن يؤدي هذه الوظيفة الجانب الذي يتصل بالترجمة هو جانب المصطلح وقد ذكرت قبل قليل أن مواجهة هذا السيل العارم من المصطلحات هو عن طريق يجب أن يواجه في حينه وأن لا يترك المصطلح ليروج بلغة أهله الذين اخترعوه ولغته أكيد ستكون لغة أجنبية ولذلك يجب أن يوضع له المصطلح في حينه عند نشأته عند دخوله عند استعماله أول مرة لذلك يحتاج هذا التحدي يحتاج إلى أن نواجه هذا المسألة بجانب الترجمة مراكز للمصطلحات لوضع المصطلحات المناسبة لكل هذه العلوم التي تأتينا من الغرب لكي نوطيناها في بلدنا بلغتنا نعم الإشكال الذي يطرح أستاذنا البروفيسور هو أنه قد تكون هناك ترجمة فورية هكذا سريعة جدا للمصطلح ولكن ما فيش اللغة العربية كما أشرنا في التقرير 12 مليون مفردة في اللغة في بعض الأحيان لا أدري إن كان عدزا أم تقصير الترجمة ربما لا تخدم حقيقة ذلك الاختراع ذلك المسمى العلمي قد نجده في الجزائر يترجم بمصطلح معين في بلد عربي يترجم بمصطلح معين بعد ذلك من نفس الدائرة العربية يلو يحدثني آخر بهذه المصطلحات ربما أنا في الجزائر لا أفهمها قضي التوحيد للمصطلح وقضي الاتفاق على مصطلح هل هذا أيضا تحدي لبغاية؟ هذا تحدي آخر من تحديات المصطلحات عندما نضع الترجمة عندما نتحدث عن المصطلحات ووضع المصطلحات ومواكبة هذه الترجمات التي تأتينا بأرصد من المصطلحات أنا أقول بأن هذا العمل جماعي هذا عمل سيادي عمل الدولة وليس عمل الأفراد الأفراد الأعمال التي أنتجها الأفراد وبعض الأعمال التي أنتجتها المجامع هي التي أدت إلى هذا الاختلاف الاختلاف في وضع المصطلحات المصطلح اللبناني يختلف عن المصطلح السوري عن المصطلح الجزائري عن المصطلح تونسي إلى آخره وهذا يتطلب توحيد العمل العربي المسترك في هذا المجال وهناك مشاريع سأتحدث عنها قبل نهاية الحصة هذه المساريع تبشر بخير يمكن أن نقول بأنها قد تقوم بشيء من هذه الوظائف التي تستجيب لبعض التحديات نعم هل أستاذ فيه جودة أيضا في سياغة المصطلح لأنه في بعض الأحيان نجده باللغة الأم الاختراع أو المصطلح العلمي نجده يختصر فيه كلمة عندنا في الترجمة يعني أخذ جملة وبالتالي أثناء الاستعمال قد نعطل من البعد الوظيفي للكلمة بمعنى أيضا هل فيه جودة بالنسبة للمصطلحات وعلى فكرة أنا متخصص في المصطلحات هذا الجانب يتطلب أهل الذكر يجب أن يكون هناك متخصصون في هذا المجال ليواجهوا هذه المشكلات ولا يمكن أن يواجهها غير المتخصصين لأنه هذه النتيجة ما نراه اليوم من واقع هذا الاختلاف وهذا الاضطراب في وضع المصطلحات هو نتيجة هؤلاء الذين ليسوا من التخصص ونظرا لحاجات تجارية أو حاجات سريعة قاموا بهذه الأعمال المرتجلة وكانت نتيجتها هذا الاضطراب الواسع في مجال المصطلحات ولذلك عندما نواجه هذا الجانب من المصطلحات فهناك قواعد النظر عندما ننظر إلى أي مصطلح يجب أن ننظر إلى أصل معناه سواء في لغته الأصلية ونقابله بأصل معناه في اللغة العربية ثم نبحث في هذه الزوائد هذه العناصر اللفظية الزائدة بالنسبة للغة العجنبية وما يقابلها أو ما يمكن أن نضع لها من مقابلات لفظية دالة في العربية بهذه الطريقة يمكن أن نحصر المصطلح وأن نستجيب بشكل علمي دقيق وهذا الشكل يكون باعتباره قاعدة لكل من يريد أن يقوم بهذا العمل وعلى فكرة هناك هذه المسائل كلها مفصلة في أطرح الدكتورال التي جلستها في 2007 موجودة هذه المسائل كلها موجودة خاصة مطبقة على المصطلحات اللسانية جميل جدا نتمنى أن في ركن الفهرس أن تحيلنا إلى هذه الأطرحة هو كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله إن شاء الله يا رب أستاذ كنت أشرت منذ قليل إلى ربما المسألة الأهم في قضية التنونة للغة العربية وعن التحديات المستوى المتعلق بالتحليم أستاذنا الكريم هل الإشكال الآن نحن عدنا في الجزائر حوالي أكثر من 10 مليون تلميذ الآن على المسألة الجزائر فقط على المسألة العربي الملايين الذين يدخلون إلى المدارس لتعلم اللغة العربية هي الأصل في التعليم وكذا أين الإشكال يقع أستاذ؟ هل في المنهج أم أنه في المتعلم أم في الذي يعلم أيضا فيه إشكال في كل هذه الأشياء بالضبط ولكن من أين نبدأ؟ دون حاصر من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ هذا سؤال حقيقي هذا الذي يؤطر 10 مليون تلميذ كيف يكون؟ نعم لنبدأ أولا من الوسائل التعليم هذه الوسائل نبدأ بالمنهج يجب أن يقوم المنهج على أسس علمية هذه الأسس فيها أولا الأهداف التي يجب أن تستجيبها لحاجات المجتمع من نريد أن نخرج من المدرسة؟ ليكون مواطنا في بلدنا يجب أن نضع في اعتبارنا هذا السؤال الخطير الذي يجب أن يتجسد في المنهج ثم يأتي بعد ذلك البرنامج وتدرج هذا البرنامج ليوضع بعد ذلك في مستندات تربوية الكتاب والعدلة المختلفة إلى آخره كل هذه الأمور يجب أن تخضع لمقاييس علمية دقيقة وأن يقوم بها خبراء متمكنون من جميع العلوم التي تدخل في هذا المجال بما في ذلك علوم التربية علم النفس علوم اللغوية وهي أساس في كل هذه العلوم الرياضية العلوم الفيزيائية كل الذين يتخصصون من خبراء الذين لهم باع في هذه المسألة وأن توقف عن إنجاز الكتاب المدرسي في ستة أشهر لأن هذا المسائل تحتاج إلى وقت وإلى تجريب وهذا الذي خلت منه المدرسة قديما كانت المدرسة تجرب عندما يراد أن يطبق برنامج معين يجرب سنة أو سنتين قبل وهذه المؤسسات التي تقوم بتجريب المناهج والبرامج المدرسية والكتب المدرسية هذه غير موجودة عندنا كان قديما لبيان ولكن الآن صار مركز بحث تابعا علميا إلى وزارة تعليم العالي وإداريا إلى وزارة التربية وهو يقوم بأبحاث في مجال التربية فإذن هذا الجانب مهم جدا الجانب الثاني هو أن ما هي اللغة التي نريد أن نعلمها للطفل نظن أهم ربما بالإضافة أكيد كله مهم ولكن أهم سؤال ماذا نريد أن نعلم لها أي اللغة نريد أن نعلم لها هذا هو المشكل جاءنا من البيت بلغة لغة ربما لغة عامية دارية سأتحدث عننا العلاقة بين الفصحة والدارية ماذا نريد أن نعلم لهذا التفل ما هو مستوى الفصحة الذي نريد أن نعلم اليوم نحن نعلم مستوى الفصحة المكتوب يعني عندما نعلمه التعبير الشفاهي كأننا نعلمه القراءة وكأننا نعلمه التعبير الكتابي فإذن عندنا في وقت ليس عندنا فقط في لزير في كل الدول العربية المسألة العلاقة بين اللغة المشافهة ولغة الكتابة لا وجود لها أحيانا التلميذ قد يتكلم بأشياء فصيحة صحيحة جلبها من عاميته لكن المعلم يخطئه خاصة الوقوف على آخر هذا مثال كتبت على الصبورة لو قال التلميذ على الصبورة لخطأه للمعلم وهذا مخالف للفصحة إذن الأساليب المشافهة في الفصحة تختلف عن أساليب الكتابة ونحن نعلم المكتوب ولا نعلم المشافهة وهذا عمل ليس عمل وزارة التربية هذا عمل المراكز البحث هي التي يجب أن تبحث أن تسترجع اللغة الفصحة التي كانت اللغة المشافهة في القديم في عصر الفصحة كانت هناك لغة المشافهة جميل الشعراء يقولون القصائد ليس بنفس اللغة التي يتحدثون في بيوتهم ومع أزواجهم يستحيل اللغة والدليل على ذلك ما هو حتى في قراءة القرآن صحيح هناك قراءة قراءة التخفيف الحذر هذه قراءة سريعة سريعة وخفيفة العربية أيضا الفصحة كانت خفيفة وسريعة على اللسان ويمكن نطقها حتى أواخر الكلمات في الجملة وليس في آخر الجملة في الجملة تخفف الحركات تخفف ويسمي العرب هذا النوع من التخفيف اختزال الحركة أو اختلاس الحركة حركة صحيح إذن أستاذنا نحن نقف معك على أعتاب يعني شواطئ هذا البحر الذي تتحدث عنه ونلجو معك يعني رويدا رويدا إن شاء الله وسنأتي في الحلقة الثانية لنتحدث عن هذه التحديات وكيف تدليل اللغة العربية ولكن قبل ذلك إلى ركن الفهرست السيد منذ قليل أشرت إلى أن لك يعني أطروح الدكتورة وكتاب سيزدرو قريبا قريبا ما يتعلق بالله المصطلحات عنوانه هو مصطلحات الليسانيات العربية أو مصطلحات الليسانيات في اللغة العربية وهو فيه جوانب عن تاريخ الليسانيات وفيه جوانب عن القوانين الاستلاح ووضع المصطلحات وفيه دراسة ميدانية للمعاجم الليسانية التي وضعت في الدول العربية تقريبا حوالي ثماني قواميس قمت بدراسة مصطلحاتها التي أوردتها ووقفت على الاختلافات الموجودة واقترحت طريقة لتنميط أو انسجام في وضع هذه المصطلحات بمقابلات تكون في نفس الوقت طريقة لتسهل على المترجمين اتباعها بوضع مقابلات مقبولة لهذه المصطلحات أستاذنا الكريم وأكيد أن اللغة العربية وما يتعلق بها من علوم ومن تحديات قد ألف فيها الكثير والمكتبات يعني ملأة بهذا النوعي من الكتب في الختام حلقة اليوم أشكر بروفيسور عبد المجيد السلمي أستاذ متخصص في العلوم الليسانية وسنلقاك إن شاء الله في حلقة أخرى حتى نتوسع في الحديث عن هذه التحديث فشكرا جزيلا لك إن شاء الله شكرا لك وشكرا للمستمعين وعذرا على إن كنا مرحم بك أستاذ بالعكس نحن نستمتع به أسلوب كافي طرح هذا الموضوع المهم جدا المتعلق بلغتنا مشاهدين الأكام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أبعاد نترككم على خير ونلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة